يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنا على شاشة القناة الأولى بتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده بكون معاكم رانيا السايد كل يوم حد الساعة سبعة بالزبط في نفس المعاد النهاردة حلقتنا معاكم هنروح فيها شوية لعالم الأساطير والخيال الدنيا اللامعقول كل حاجة خارج حدود الوصف والممكن واللي ممكن نتخيله واللي مش ممكن نتخيله النهاردة كمان هنتكلم عن نوع من الأدب الحقيقة اكتشفنا أنه ليه جمهور كبير جدا جمهور واسع جدا وده الحقيقة بيبان أكتر وأكتر بارتباط الناس بحكايات الخيال زي مثلا ألف ليلة وليلة سواء كانت عمل أدبي أو مثلا لما بتتحول لعمل درامي زي مسلسل جودر اللي تبعناه كلنا في رمضان طبعا بتولة الفنان والأستاذ ياسر جلال والحقيقة أنه حقق نجاح كبير جدا وأبهارنا كلنا سواء على مستوى القصة الكتابة التمثيل الإبهار البصري والمؤثرات البصرية البروداكشن يعني الحقيقة أن المسلسل حقق نجاح على جميع المستوات كل حاجة فيه كانت فوق الرائع كلنا متشوقين جدا زي الملك شهريار كنا نعرف من شهرزاد هو جودر هيعمل إيه في كل حلقة كنا مستنيين كل جديد وكأن الحكاية حقيقية وكأن الحكاية مش خيال خالص إحنا النهاردة هنتكلم عن أدب الفانتازيا هنعرف إيه هو هنعرف مدى انتشاره هنعرف ليه الناس بتحبه هنعرف كمان قد إيه محقق مبيعات في المكتبة المصرية وإيه العربية وإيه سر حب الناس ليه وإيه سر ارتباط الناس بيه أو بالنوع ده تحديدا من الأدب كل ده هنعرفه من ضفنا اللي هنوارنا النهاردة في الستوديو وهو الكاتب المتميز الأستاذ طارق إمام وطبعا هو من الكتاب المعروف عنهم اهتمامه بالنوع ده تحديدا من الأدب كمان أعماله ومؤلفاته الأدبية فيها كانت جانب كبير جدا من الفانتازيا لكن قبل ما نتقابل مع ضيفي فيه الستوديو معنا دلوقتي مداخلة تليفونية مع الكاتب والسيناريست الرائع الأستاذ أنور عبد المغيس وطبعا هو مؤلف مسلسل جودر اللي حقق نجاح كبير جدا وأعاد للشاشة المصرية مرة تانية أعمال خيالية مبدعة ممتعة زي ألف ليلة وليلة ودخول في عالم الأساطير والخيال أهلا بحضرتك أستاذ أنور أولا أولا ألف 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 مبروك على النجاح الكبير اللي حققتوه في رمضان ووسط كل الأعمال الدرامية اللي كانت موجودة يا ربي بارك في حضرتك ربنا يا سيدك يا رب العالمين الحقيقة أنه مسلسل جودر كان يعني من الأعمال اللي قدرت أن هي تثبت نفسها وسط مائدة دسمة جدا ومتنوعة جدا في الأعمال الرمضانية وده إن أكد فبيأكد على أنه الأعمال الخيالية حقيقي المشاهد بيحبها نعم نعم طبع طبع حضرتك بتميل أكتر للأعمال الخيالية وهو ما فيش فن مش خيالي بدرجة ما يعني مدام بنتعامل مع فن لا يطابق الواقع فنبقى بنتعامل مع درجة من درجات الخيال بتفرق درجة الخيال دمما نروح في الأدب المسمى بالفانتازي أو بالأعمال الرومانسية الشديدة وكده لكن الفرق بنوع الخيال في الحكايات التراثية وفي ألف الليلة وليلة إنه خيال عجائبي غرائبي يعني إذا داخل في كائنات أخرى وقوة كونية مختلفة بنشوف هذه القوة الكونية متجسدة وليها دور في الأفعال وليها دور في نقلة الأحداث بين الشخصيات وبالتالي مستوى الخيال هنا فارق عن مستوى الخيال في أي منطقة أخرى لكن كل الأعمال الأدبية الفنية فيها خيال بدرجة من المحكاية لأنه نحن نتعرف على العالم من خيال المؤلف صحيح بس كده يعني إيه رأي حضرتك في ارتباط وحب الناس بالأعمال دي وتحديداً بألف الليلة وليلة تفتكر إيه سر حبنا لألف الليلة وليلة لأنه النص هو ألف الليلة وليلة الأول بدأ نص شفاهي نص حدوتة بتحكي 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 تحكي وهو بيراهن على منطقة الشغف عند الإنسان لمعرفة وماذا بعد في نمرة واحد وكأنه الإنسان مخلوق مجبول يعني جبل على حب الحدوتة على متابعة الشيء الغامض عشان يعرف سره على متابعة الشيء الخفي عشان يكشفه ويتبين أمامه من هنا الأدب والأدب الشعبي على وجه التحديد بيراهن على الشغف لدى جمهوره من هنا الحدوتة محببة وما عندناش سن للإرتباط بالحدوتة يعني الطفل وهو بينام ممته وجدوده بيحديده حواديد الصبي وهو بيكبر في المدرسة وكذا وكذا محتاج شكل من أشكال الحواديد تلائم تطوره العقلي والنفسي وكذا حتى وإحنا كبر بنتابع الأفلام والمسلسلات وكذا لأن احنا بنتابع حواديد صح فكأن احنا بنضحك على نفسنا ونقول أن الأطفال بس هم اللي محتاجين الحواديد نحن وإلى هذه اللحظة ومهما بلغ تقدمنا العمري محتاجين الحواديد صحيح الدين نفسه بيحكي لنا بعض موضوعاته في شكل قصص وحواديد فكأنه قصة والحدوتة ملازمة لوجود الإنسان على الأرض كأنها تخاطب شيء في طبيعة تكوينه أيو في طبيعة جبلة الإنسان أيو من هنا هي محبرة لنا هاي في دون محد يعلمها الحد كل الشعوب حاكيته كل الشعوب استمتعت بالحاكيات أوي وكل الشعوب ما فيش شعب أعلم شعب آخر أنه يسمع حواديد أو أن يبتل حواديد صحيح صحيح وأنا موافقة جدا على كلام حضرتك حتى وإحنا كبار بنحب نسمع الحدوتة وبنحب ننبهر والحقيقة دايوة ديني لاختيار حضرتك لجودر المصري علشان تقدمها للناس ليه جودر؟ عشان جودر في المولة أو قصة البطل الشعبي احنا ما عندناش في الدراما بتاعتنا بطل شعبي عندنا بطل أكشن بس تخلط بين بطل الأكشن اللي بيحل قطاياه بطراعه وبيضرب وبيعمل علف وكده وبين البطل الشعبي البطل العلف البطل الأكشن يشكل سلخة أو نموذك مصقر أو نسخة باهتة من البطل الشعبي البطل الشعبي ببساطة بتحرك ورا قضية شريفة هذه القضية تهم واقعه الاجتماعي والتاريخي في لحظة أو تهم الإنسانية كلها في لحظة تاريخية وبالتالي أنت تتحركي مع بطل تحرر من أزمة المصلحة ضيقة مش بتحرك ورا بصلحته ضيقة بطل مش أناني خالص وأنه هو بطل بازل نفسه من أجل قيم الجماعة الشعبية أو قيم واقعه الاجتماعي أو ورا قيم الإنسانية في الإنسانية كلها صحيح وعشان كده هو محبوب وعشان كده هو بطل شعبي بالزبط فالبطل الشعبي تنجمع عليه الناس كلها وتقدر يترجميه في كل الثقافات صحيح يعني كل الثقافة الإنسانية كل جماعة شعبية كل اجتماع إنساني حيجب نفسه ممثلة في هذا البطل الشعبي اللي يتحرك ورا قضية تهم الإنسانية مش قضية ضيقة تهمه هو جميل عايزة طبعا كمان أتكلم حضرتك في نقطة مهمة جدا أنه طبعا الحكاية رائعة والنص فوق الرائع ولكن كمان لازم نشير للإنتاج الضخم لأنه الحقيقة أنه أنا علشان أعرض على الجمهور في الزمن اللي احنا فيه ده أو في التوقيت اللي احنا فيه ده عمل خيالي أنا كمان محتاجة أن أنا أبهره على المستوى البصري وخلينا نقول أنه الإنتاج الحقيقة كان فوق الرائع كليلني شوية عن قد إيه حضرتك كمؤلف صاحب رؤية صاحب نص مهم زي ده ممكن الإنتاج كمان يضيف لعملك بشكل كبير جدا بأنه يساهم في نجاحه بالشكل ده أنا قلت كتير في أماكن كتير وفي مناسبات كتير أنه دخول المتحدة لإدارة العملية الإنتاجية في مصر نقنتنا نقلة نوعية فظيعة ما كناش نحلم بيها أكيد المتحدة القائمين على المتحدة مش بس يعنيهم على أنه يقدموا مسلسل جاية السوق المصري أو ينفسوا في السوق العربي لا ده أصبحت عينيهم على المنافسة السوق العربي دي من ناحية من ناحية التانية أنا كان من حسن حظي أنه توفرت على إنتاج مسلسل شركتين من كبريات السركات ووراها أسماء شديدة الأهمية شركة ميديا هاب الأستاذ محمد سعدي وأستاذ هاب جوهر طبعا ودول مشهود دي هم بإنتاجاتهم الضخمة طبعا وفهمهم الراقي الواسع للدراس صحيح ثم شركة أرومة وراها الأستاذ تامر مرتضة طبعا وده أحسن حد يكاد يكون في العالم الثالث مثلا بيشتغل صنعة الجرافيكس والمؤثرات البصرية وكذا وكذا والحقيقة لتنين أستاذ محمد سعدي شركة ميديا هاب وأستاذ تامر مرتضة شركة أرومة قدموا لبن العصفور عشان هذا الحلم صحيح ألف ليلة وليلة يا إخوة كصورة مشرفة تناسب المستوى العالمي طبعا وعرفت بهذه المناثرة أن نتيجة بهودهم المثلث القوي ده المتحدة وميديا هاب وأرومة أن المسلسل بيعرض الآن على ممصة عالمية أنا نكنش عارف الكلام دي حد ألويلي مبارح جميل المناثة دي بطيع عرض مسلسلات من كل أنواع من كل مستوى العالم وأن المسلسل بعد تاني حلقة عرض يبلغ التامن على العالم يعني فيه ناس بتتابع هذا الانتاج من مختلف بقاع العالم فإحنا طول الوقت نقول أنه المتحدة نعلتنا طبعا ما كناش نتصورها طبعا طبعا عفلية انتاجية فزة وبرؤية للسوق مختلفة رؤية متطورة رؤية حديثة رؤية ضخمة رؤية الحقيقة شايفة المستقبل رؤية الحقيقة كمان مش بخلة على الدراما المصرية بأي شكل من الأشكال لأنه الدراما المصرية هي دراما تستحق أن احنا نقف عندها ونقف جنبها خلاف ذلك إضافة للي حضرتك قدمت بيه الفن المصري هو القوى النعمة المصرية هو كمان قد ما هو قوى نعمة قد ما هو قوى ضربة ده بيعمل لنا عمخي خليمي وبيقول للعالم كله في سوق المنافسة العالمية أن احنا قادرين على صناعة أشياء جيدة صحيح فقط تتوفر لنا إمكانات إنتاجية كويس صحيح أنا ببارك لحضرتك مرة تانية أمتعتونا وأمتعتو العالم العربي كله بعمل جيد بعمل مختلف بعمل لشكل وطابع متميز جدا بشكر حضرتك الكاتب واق السيناليست الأستاذ أنور عبد المغيس مرسي شكرا جزيلا أنا أسعد يا فاند مرسي ودلوقتي معانا إنهاوس عن الكاتب واق الشعر الغنائي الأستاذ عبد السلام أمين أشهر من كتب الفوزير وألف ليلة وليلة تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية نكمل حلقتنا معاك بلغني أيها الملك السعيد من هنا تبدأ الحكاية التي ترويها شهر زاد كل ليلة لزوجها الملك شهريار حكايات من الخيال والتراث تعلقت معها القلوب لسنوات طويلة خلال شهر رمضان ويعد الكاتب والشاعر الغنائي عبد السلام أمين واحدا من أهم صناع ألف ليلة وليلة هذه الملحمة الدرامية التي ارتبط الجمهور بكلمات أغانيها واستعراضاتها وجميع عناصرها الفنية عبد السلام أمين هو واحد من أهم وأشهر المؤلفين والشعراء في مصر والعالم العربي اشتهر عبد السلام أمين بكتابة الفوزير التلفزيونية وحقق نجاحا كبيرا في وضع الفزورة داخل سياق درامي وذلك بقيادة مايستر الفوزير المخرج الكبير فهمي عبد الحميد قدم عبد السلام أمين وفهمي عبد الحميد أمتع وأجمل حكايات ألف ليلة وليلة في رمضان من بينها فوزير ألف ليلة وليلة عروس البحور عام 1985 لشريهن وألف ليلة وليلة واردشان وماندو ثم ألف ليلة وليلة الثلاث بنات كريمة وحليمة وفطيما ولم تقف رحلة عبد السلام أمين مع حكايات ألف ليلة وليلة عند هذا الحد بل قدم أيضا ألف ليلة وليلة ذات الخال عام 1998 وألف ليلة وليلة ضوء المكان وبدر التمام في عام 2000 رحل الكاتب والشعر الغنائي عبد السلام أمين عن عالمنا في الحادي عشر من فبراير عام 2001 تاركاً اسماً فنياً متربعاً على عرش فن الكتابة ما بين الفوزير والدراما والغناء لسا مكملين حلقتنا مع حضراتكم ومعاكم ومعانا دلوقتي عن طريق أبليكيشن زوم الكاتبة دوحة صلاح واللي هنتكلم معاها عن أعمالها اللي كتبتها وبتعتبر أو بتصنف من أدب الفانتازيا أهلاً بيك يا دوحة من ورانا شكراً لك خليني أسألك عن رأيك في أدب الفانتازيا في مصر بشكل عام وشايفة قد إيه الإقبال عادي والله هو أدب الفانتازيا في مصر عموماً بدء من زمان جداً مش من فترة قريبة زي ما الناس معتقدة مشكلته بس أنه كان غياب التصنيف أعمال كتيرة لنجيب محفوظ ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم كلها لو بصنا عليها بصها نقدية هنلاقيها نهاية بتصنف فانتازيا بس اللي كان غياب عنها هو التصنيف ممكن لاهتمام الحركات النقدية بتصنيفات روايات تانية زي بقى الكلاسيكية والحداثة مما بعد الحداثة والطيار الوعي وده فده خلاهم شوية يتأخروا في تصنيفات زي الفانتازيا والخالي العلمي والرعب فدي كانت بالنسبة لهم بتعامل على أنها شوية أدب درجة تانية مؤخراً ابتدى الموضوع يتوسع وده بسبب انتشار الأعمال الفانتازيا التجارية ده شوية يبتدى يخلي فيه زي سبوتلايت كده على على الأعمال بتاعت الرعب الخالي العلمي والفانتازيا لسه هي في البداية يمكن يعتبر أشهرها الفترة اللي فاتت كان الرعب الفانتازيا بتدت تاخد برضو خطوات كويسة لكن برضو احنا لسه قدامنا وقت طويل جداً لحد ما يعني النقد يتبنى الفانتازيا ويدرسها وتبقى فيها عندنا دراسات عن الفانتازيا في الأدب المصري أتمنى أنه ما بقاش وقت طويل جداً يعني إن شاء الله تمنى ما بقاش فترة طويلة لأنه الحقيقة نوع من أنواع الأدب وحتى لما بيتم تحويله العمل درامي بيحقق نجاح كبير جداً فأعتقد أن زي ما انت قلت هيكون فيه إقبال عليه أكتر الفترات اللي جاية بشكل كبير جداً كلميني عن رواية طرق مقتصرة إلى الفاردوس باعتبارها أكتر كتاباتك أو أكتر الكتابات اللي فيها أدب فانتازيا من أنا صغيرة كنت بحب جداً الحكايات بتاعت علي بابا وألف ليلا ومن الغولة كل الحكايات اللي هي الشعبية أو الحكايات الأسطورية اللي كانت وأظنش إن فيه بيت من عندنا ما كانش عنده طبعاً الصفرة بتاعت بيروت بتاعت كليلا ودننا طبعاً دي الحاجات اللي كبرنا عليها احنا كأطفال والمسلسلات طبعاً بتاعت شريهان ونيلي الفوزير وألف ليلا فكل الحاجات دي بتأثر في أي مبدع إن هو استقى ثقافته من تراثه كل ده خلاني لما أبتدي أكبر أميل أكتر لأن أنا أقرأ الحاجات اللي فيها فانتازيا أو الحاجات المختلفة الحاجات حتى لو الرواية بتكون رواية ماشية في السياق وقعي لكن يكون فيها خط فانتازيا أو خط خيال ده دايماً اللي كان بيشدين لما جيت أكتب بطريق مختصرة إلى فردوس أنا كنت بحب أنا طول عملي بحب ألس في بلاد العجائب وحبيت إن أنا أعمل عالم زيه بس عالم للكبار لو العالم ده مخلوق للكبار مش للأطفاء هيبقى عامل إزاي ولو ألس الكبيرة دي انتقلت في الحفرة اللي هي وقعت فيها هل هي هتروح لبلاد العجائب ولا هتروح لبعالم تاني سودوي وهيبقى عامل إزاي بشكل أكثر نطبان يعني حاجة ما تنفعش لليافعين حاجة تنفع للكبار أكتر وحسيتي إنه إنه في إقبال على الفانتازيا بالشكل ده للكبار حسيتي إن الموضوع يعني في إقبال عليه هو فيه ناس كتيرة قارة الرواية فيه ناس عجبتهم وفيه ناس كتيرة يعني يعني العادي اللي فيه عجبه وفيه اللي ما عجبوش بس دايما أي حاجة لما يكون البني أدمين اللي بيكتبوها مش منتظر يعني أظن برضو إن فيه فترة مثلا رواية الوعي لما كانت الناس مش فهمة إيه ده وما كانتش بتقبل عليها في مواجهة الكلاس كرومانسية فدايما بيكون فيه دايما بيكون فيه حاجات هي اللي بتعمل الأساس مثلا لنوع الادب ده في وطن معين أو في ثقافة معينة وبعد كده حتى لو بعد مئة سنة لما تيجي الناس تدرس النوع ده وتبتدي تدور على الجزور بدأت منين وقتها هم هيبقوا يفسروا الأدب ده ويحطوله قواعد بشكل مختلفة عن جلنا بالوقت هي مجرد رواية بالنسبة له ممكن ناس تعرف تصنفها ناس ما تصنفهاش ناس تشوفها إن هي سودوي جدا أو غارقة في الخيال جدا أو ليه حد يكتب حاجة زي كده وفي ناس هتشوف رواية دي والله حلوة دي عبقرية دي بعد مئة سنة هتبقى من الرواية اللي بتتدرس فده دايما اللي بنراهن عليه إحنا ما بنكتب إحنا بنكتب حاجة واثقين فيها وحبينها وما يهم مناش التصنيف التصنيف ده النقاد التصنيف ده للقارئ خلاص إحنا بنكتب وطالما الكتاب أول ما طالع من عند الكاتب وبقى في يد القارئ إحنا ما ننشحكم عليه بشكرك دوحة صلاحة على وجودك معنا عن طريق أبريكيشن زوم نطلع فاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم حلقات رجعنا لكم مرة تانية ومعنا ومنورنا الكاتب الكبير أستاذ طارق إمامول وطبعا دايما بنتشرف بوجوده معنا في يوحكى أنا وطبعا هنتكلم معاه عن أدب الفانتازيا وعن أعماله اللي فيها جانب كبير كمان من الفانتازيا وآخر عمل ليه أقصيص أقصر ومن أعمار أبطالها أهلا بحضرتك وطبعا منورنا أهلا بسوزرانيا وبكون دايما سعيد وأنا موجود معاه إحنا اللي بنكون الأسعد والحقيقة إنه أثبتت النتيجة يعني بشكل عام والمبيعات وكمان حتى الأعمال الدرامية اللي اتعرضت في رمضان إنه بجد المشاهد بيحب الخيال إن المشاهد بيحب الفانتازيا حتى قارئ بيحب الخيال طبعا لأنه أصلا هو الخيال ده بيتخلق من الطفولة أنا دايما أقول إن الطفولة هي اللي بتنتج الخيال يعني الطفل من قبل ما يقرأ ومن قبل ما يعرف أي حاجة بيشوف العالم خيال بيحول العالم أو الواقع إلى خيال فهو عنصر مهم جدا 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 وكونوا يرجع ياخد مكانة سواء في الأدب أو في السينما أو في الدراما دي حاجة بتسعيدني أنا شخصيا باعتباري كاتب بيحب الفانتازيا وبيكتبها متخصصين في أدب الفانتازيا هو أدب الفانتازيا طبعا يعني هو سكيل واسع جدا يعني من أول ألف ليلة وليلة هذا الكتاب العظيم اللي بلاه مؤلف أو اللي مؤلفه مجهول وصولا بقى أستاذ نجيب محفوظ عنده أعمال ووظف فيها الفانتازيا زي لالي ألف ليلة زي الحرفيش زي غيرها فيه كتاب زي أستاذ محمد حافظ رجب الكاتب الكبير المصري اللي كان بيلعب على الفانتازيا والسوريالية وفي العالم طبعا حدثي ولا حرج يعني جابريل جرسيا ماركيز توني موريسون باتريك زوسكند اللي عام الرواية العطر الشهيرة سلمان روشدي يعني أسامي أسامي كتيرة جدا كلها رفضت هذا الطيار فيه فرق ما بين الفانتازيا والخيال يعني أنا لما خيال الكاتب ياخدني لمنطقة معينة هو عايز يعديني فيها هل ده ليه طريقة أو بيصنف باسم غير الفانتازيا هل الفانتازيا دي ليها معايير هل ليها مقاييس معينة في الكتابة ليها أطياف خلينا نقول زي الألوان زي مثلا ممكن لون يبقى له أطياف ففي مثلا فانتازيا خالصة اللي هو أنت مثلا بتعمل قصة كلها بتدور داخل سحابة والسحابة دي لو افترضنا نجوها أسرة وناس عيشة وكائنات مختلفة دي فانتازيا كاملة خالصة دي ما بتسماش خيال علمي اللي هي فيها أسر وكائنات والحجات دي يعني دي فانتازيا مثلا أحيانا فيه مثلا حاجة زي الوقعية السحرية من الاسم حتى بتمزج الواقع بالخيال يعني مثلا بكون موجود قصة بتدور جوه مدينة القاهرة حاجة جوه مبنى التلفزيون فيه وقع بس جوه الوقع ده فيه خيال حد يطرع على سطح مبنى التلفزيون وقعه فطار بدل ما يقع مثلا ده هنا فانتازيا لأنه محدش بيطير دي واقع سحرية فيه مثلا الخيال العلمي اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده فانتازيا بس دايما بتبقى مستندة لحقيقة علمية أو لنظرية علمية فانت بتاخد نظرية علمية موجودة scientific theory مثلا أو حاجة موجودة علميا وتشتغل بها انت تشغل خيالك في مصر يمكن من اشهر الكتاب اللي عمله في مصر الكاتب نهاد شريف في العالم فيه طبعا جي ويلز اسحق عظيموف جولي فيرن فيه اسامي فهي الفانتازيا فعلا السؤال ده مهم لان هي ليها تأسيمات وليها طيارات اوكي اوكي حضرتك بتمين لأنه طيار فيهم ولو تكلمنا عن ألف ليلة وليلة تحديدا خاصة وان احنا ليس شايفين مسلسل وعمل درامي نجاح كبير جدا اللي هي علاقة بألف ليلة وليلة تصنفها ككاتب في أنه نعم او أنه طيار زي ما قلت من الفانتازيا دي فرصة ان انا يعني ابارك لصنع هذا المسلسل الجميل واسلام خيري شلبي بالمناسبة مخرج المسلسل هو صديق عزيز وهو ابن الكاتب الكبير خيري شلبي اللي هو كمان كان مهتم على فكرة بألف ليلة وليلة وكان بيوظف تمات منها في أعماله الحقيقة أنا ككاتب بميل جدا لفكرة مسج الواقع بالخيال يعني ربما أكون أميل شوية لما يسمى بالواقعية السحرية اللي هو الواقع موجود أسئلة الواقع موجودة الناس الطبيعية موجودة لكن مع عناصر خارقة أو عجائبية أو خرافية بحب ألعب بالمزيد تمزج ما بين ده وما بين ده قصة حب لطيفة مثلا ما بين شخصيتين في خيال حضرتك قصة مثلا ليها علاقة بحالة أو بحكاية بس تمزجها بشخصية خيالية من خيال حضرتك تقصد كده صحيح لأن أنا بشوف أن ده جزء من تكوينة تكوينة على فكرة كعرب وكشرقيين وأعتقد أن ده ممكن يكون بيحرك مشاعر القارق بردو جدا أصلا هو القارق أنت لما بتيجي عاوز توري للقارق شيء في الواقع اللي هو عيشه فيه طرق لتعريف الواقع يعني الواقع مالوش باب واحد أنا دايما أقول أنه الخيال باب للواقع بدليل إحنا لما بنحلم في حياتنا العادية بنقوم من الحلم ما الحلم ده خيال حاجة ما حصلتش لكن إحنا بنقوم ليه من الحلم عايزين نفسر الحلم وعايزين نعرف ويمكن يكون رؤية مهتمين ليه؟ لأن إحنا مقتنعين في قرارة أنفسنا أنه حتى عالم الأحلام ده لعلاقة بالواقع وأنه بتفسيره إحنا حنفسر شيء في واقعنا فأنا ما بشوفش أن الخيال منفصل عن الواقع أنا بشوف أن الخيال جزء من الواقع أحلام اليقظة خيال فانتازي أحلام المنام فانتازي كل دي فانتازي فإزاي في الفن أو الأدب أنت تاخد العنصر ده وتشاور به على الواقع وإحنا في اللقاء سابق هنا تكلمنا عن روايتي مكتة القاهرة وعن حاجات إزاي أن الفانتازيا بتعيد تشكيل أو قراءة مدينة زي القاهرة ولذلك أنا أرى أن الفانتازيا طريقة لتعميق الواقع في ناس يقول لك أنت بتهرب من الواقع بالخيال لا أنا بواجه الواقع بالخيال مش بهرب منه الخيال بيورينا الواقع بشكل أعلى وأعمق أحيانا أحيانا الخيال ده ممكن يخوف طبعا يعني ممكن سقف خيالك لما يعلى قوي ممكن يبقى مقلق أكتر من أنه ممتع طبعا بدليل يعني على فكرة فيه فانتازيا رعب طبعا فيه فانتازيا رعب آه طبعا فيه فانتازيا رعب يعني عمل فانتازي رعب تخصصه رعب واخد بالك وهو الخيال نفسه أنت لما بتيجي توديه أصل هي الفانتازيا إيه هي بتاخد حاجة أو عنصر في الواقع توديه شيء متطرف يعني مثلا النملة دي قد كده الفانتازيا بتعمل ايه؟ بتجيب لك النملة ضخمة جدا أنت مجرد ما حتشوفيها أيوه حتى لو ما عملتش حاجة أيوه حتخافي صحيح تغيير النسب تغيير النسب الواقعية لأي شيء مخيفة جدا أيوه لو شفتي إنسان يعني واحد ممكن يقولك أنت حتخاف عشان تضخمت طب بلاش لو أنت جبت فيل أو إنسان وخليته قد كده حتخف برض طبعا رغم أنه أصبح أصغر بكثير من حاجة صحيح أي خارجة عن المقييس الواقعية تغيير النسب هحس إن أنا مخدودة منها تغيير النسب أيوه بيغير بيوديك عموما للخوف لأنه عدم التوقع أو الشيء غير المتوقع هو دائما مخيف ليه؟ لأنك في لحظة بتتخيل ماذا لو حدث هذا في الواقع فالفانتازيا دائما بتوديك للواقع بتخليك تفكر في الواقع أقاسيس أطول من أعمار أبطالها؟ أقصر أقصر أسف أنا فكرت دلوقتي في الطول وفي القصر دائما كنا بنتكلم معلش فكلمني شوية عن الفكرة كلمني شوية عن الموضوع كلمني شوية عن إيه نوع الفانتازيا اللي حضرتك ترحته؟ أنا لاحظت أنه دائما الفانتازيا بتروح أكتر للروايات الكبيرة يعني دائما نقول لك الرواية كذا فقلت طب ليه ما جربهاش في أصغر شكل ممكن من القصة اللي هي اللي هي أو قصة قصيرة جدا الوامدة يعني أنا عندي قصص في المجموعة سطر أو سطرين أو خمس سطور ولذلك هذه المجموعة هي 125 قصة في 125 صفح قلت خلص أنا هجرب الفانتازيا في نصوص قصيرة جدا ومركزة كان عندي هدف أن أنا أقول من العنوان حتى بتاع الكتاب ما تيجي نشوف الحيوات حيوات الناس وهي مضغوطة جدا لدرجة أنك ممكن تقرأ قصة شخص من ميلاده للموته في سطر أو في خمس سطور لأنه في الحقيقة العمر فعلا لحظة أو أحيانا زي ما أنت ممكن تكتب عمر إنسان في 100 صفحة أو في 200 أو في 500 ممكن تكتبه في سطر والمجموعة كلها أيمة على الفانتازيا الفانتازيا علشان برضو رجوعا لأسئلة الواقع أسئلة الحياة أسئلة الموت أسئلة الخلود أسئلة الحرب السلم كل الأسئلة الإنسانية بقيت أخذها بقلب يعني بقلب الآية يعني مثلا عندي مثلا قصة شخصة ولد أعمى واكتشف بالتدريج أنه بيسترد بصره هنا احنا بنعكس الفانتازيا هنا بتيجي من المعنى المعكوس احنا بنتولد بنشوف وممكن بعد شوية نكتشف أن بصرنا بيشح لا أنا ممكن أعكس أخلي الإنسان كأنه يولد أعمى وبعد شوية بيبدأ يسترد بصره فبيترعب لأنه مش عارف هيواجه الدنيا إزاي لو شاف وهكذا هنا الفانتازيا بتعكس معاني في الواقع بس علشان تأكد على مخاوف الإنسان هل ده معناه أنه الكاتب أو الكتاب المتخصصين في الفانتازيا لازم يكونوا درسين تراث لازم يكونوا قريين قوي عارفين قوي في الموروث الشعبي في حياتنا أو طبعا في إطار اللي هما بيكتبوا فيه يعني أو على حسب المجتمع اللي بيعرضوا عليه العمل ده أنا بشكرك على السؤال ده بالذات بسراحة السؤال مهم جدا 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 لأنه في ناس معتقدة أنك لما تكتب فانتازيا يعني أنت بتغمط كده وتسيب نفسك فكل ما يعن لك بتكتب بالعكس فانتازيا محتاجة دراسة حقيقية للثقافة اللي أنت بتنتميلها يعني أنا ككاتب مصري أنا مش هروح أكتب سراع العروش وهي أعمل فانتازي غربي مش هروح أكتب هاري بوتر وهي أعمل فانتازي غربي طبعا إيه اللي هيخليني أكتب عمل لعلاقة بثقافتي بسؤالي بخصوصيتي أن أنا أكون ملم جيدا جدا بتراثي وبموروثي سواء المكتوب زي ألف ليلة وليلة أو كليلة ودمنا أو 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 الشفهي المتوارث اللي كانت بتحكيه الجدات الثقافة الجمعية أيوه لأن الثقافة الجمعية بتاعتنا كلها أي مع الخرافي والعجائبي والفانتازي لا قادر تدرس ده بشكل حقيقي هتبقى درست المجتمع هتبقى درست الوعي الجمعي للجماعة البشرية اللي أنت بتمتملها هتقدر تخرج منه أسئلة لما أنت تعبر عنها في أدبك تبقى بتعبر عن وقعك وعن ثقافتك وعن سؤالك وحتبقى كمان بتعمل أهم حاجة اللي بنسمع عنها كتير وليلين اللي بيعملوها اللي يقولك إيه أين التراث من الأدب الحديث التراث هو هنا أنك إزاي تبص لهذا التراث وتجادله لتصنع عملا جديدا ومعاصرا لكنه ليس منبتا عن الموروث اللي أنت مستند إليك صحيح طبعا أنا أوافقك على كل الكلام ده خلينا نطلع لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك نطلع لفصل ونرجع لك طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا منورنا الكاتب الأستاذ طارق إمام طبعا وهنتكلم معاه لسا كتير عن أدب الفانتازيا عايزة أتكلم معاك عن حوائط الحوائط اللانهائية إيه هي الحوائط اللانهائية وإيه المشروع ده وإزاي في حوائطه لانهائية يعني ما لو في حوائطه هيبقى فيه نهائية هو كتاب قصص يلي اسمه مدينة الحوائط اللانهائية كان قايم على فكرة إنه في مدينة ما لها سمات خاصة جدا بلا أسقف ما فيش سقوف والحوائط أكتر من البشر يعني الحوائط بقت كثيرة كان سؤال العزلة يعني إن إحنا عمالين بنحط حوالين نفسنا حوائط 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 لغاية ما بقنا عايشين مع الحوائط أكتر ما إحنا عايشين مع البني أدمين مع البني أدمين والشوارع وكده ودي برضو مستلهامة يعني من ألف ليلى وليل يعني العالم بتاع ألف ألف ليلى وليلى الحكايات اللي بتتولد من حكايات الخرافية والفنتازية والعجائبية دي حاولت أخذ الخيال ده بس مش هنقله أعمل حاجة موازية لي بخيال معاصر وجديد لكن برضو في مدينة متخيلة شبه مدن ألف ليلى وليلى كده فيها مسوخ وفيها ناس غريبة وفيها ناس مجنحة وفيها ناس بتمشي تحت المية وفيها ناس بتمشي فوق السحاب وفيها ساحرات وفيها شياطين وفيها ملائكة وفيها كل حاجة وفيها بشر ولكن إزاي بقى من خلال ده تطرح أسئلة الإنسان تطرح سؤال الحب تطرح سؤال الشيخوخة تطرح سؤال الحرب تطرح أسئلة قسوة الإنسان تطرح سؤال العزلة كل الأسئلة اللي احنا بنعيشها النهاردة المعاصرة سؤال الإنسان إزاي تطرحه بس من خلال هذا النصف الفنتازي في كتاب تصنيفه صعب زي ألف ليلى وليلة بالزبط اللي هو فيه قصص متوالدة من قصص بس انت ممكن تقاركها رواية لأنه كله فيه عالم واحد ومدينة واحدة وشخصيات بتتكرر بس في نفس الوقت ممكن تقاركها قصص وهكذا فهو من أهم التجرب اللي أنا شخصيا ابتكرتها في سياق العمل الفنتازي مكات القاهرة برضو ما نقدرش نعديه لأنه كمان كان من الأعمال اللي بتنتمي لهذا النوع من الأدب بشكل كبير بادينا تتكلم عن القاهرة بقى كمان يعني مش حاجة خيالية مش موجودة أو إحنا مش هنحس بيها أو مش هنتأثر بيها كلمني شو عن مكات القاهرة وأحب إن المشاهد اللي ما شفناش قبل كده في حلقات مع حضرتك يعرف إيه هو مكات القاهرة بالضبط هي مكات القاهرة برضو فيها يعني نفس الستايل بس بشكل مختلف أو بأساليب مختلفة المدينة دي اللي إحنا عايشين فيها كلنا قلت طب ما تيجي نشوفها بعين مختلفة شوية فمثلا حتلاقي إنه فيه بطلة من بطلات الرواية كل ما تبص في المراية تشوف شخص ما تشوفش نفسها بتشوف راجل وبعدين بتحبه وبيبقى هو ده حبيبها الوحيد دي فانتازي أي أو شخص من اللي عاشوا أحداث بفورة بيمشي فبيلاقي تحت رجله عين ضخمة وهاكده على الرغم إن ده لو حصل في الحقيقة هتبقى حاجة مرعبة جدا يعني الواحد لو بص في المراية أنا بفكر كده بنقل اللي حرتك بتقوله ده الصورة في دماغي أنا النهارده لو بصت في المراية لقيت في المراية شخص دافنت لي حترعب بالضبط أو إن شخص بيعمل مكت جوه الرواية وده من هنا جاي عنوان الرواية مكت القاهرة يعني فيه شخص بيعمل مكت للمدينة فنان فبعد ما بيبني البيوت بيفتح بيبص يلاقي جوه البيوت بشر صغيرين أنتجتهم البيوت هنا الخيال أو الفانتازيا اللي انتي قلت ده مهم جدا هي آه فانتازيا ومختلفة بس مجرد تخيلها ده لو تحول لصورة بقى موضوع تاني خلينا نقول طب افرد حصل افرد ده أنا بصت في المراية مرة لأنه خيال رغم إنه خيال بس مش بعيد عن الواقع ما هو برضو متهيقل يا أستاذ طار إنه على حسب الكاتب عايز يقول إيه وأنا ممكن مثلا أطلع اللي بيطلع في المراية ده حبيب فبقى ببص في المراية عشان أشوفه مثلا وممكن اللي بيطلع في المراية ده يكون حاجة مخيفة فبقى خايفة أبص في المراية لأنه كل ما ببص في المراية بيطلع فأعتقد إنه على حسب خيال الكاتب بقى وده برضو جزئية مهمة جدا كويسة اللي بتطرحيها إنه الفنتازيا غير بقى أني لها أطياف في طرق الفنتازيا الفنتازيا لها أعماق أطياف في العمق يعني فيه فنتازيا استهلاكية تجارية بس تقرير وها تطبستي وكده جنر يعني وفيه فنتازيا لأ هي عايزة تقول حاجة اجتماعية وعايزة تقول حاجة موجودة في الحياة وأسئلة موجودة ده اللي بيخلي فيه كاتب فنتازي خفيف ممكن يبقى بستسيلر وجميل وممكن يخلي فيه كاتب فنتازي ده تاني عنده عمق أكتر عميق أكتر بيشتبك أكتر مع الواقع ومع المجتمع ومع أسئلة الأجيال اللي موجودة أنا بميل بقى للنوع التاني ده إن أنا أقدم لك فنتازيا بس مش كمخدر مش كمسكن مش حاجة كوميرشل يعني مش كوميرشل مش اللي هو آه لا تبقى ممتعة وتبقى جميلة وتستمتع بيها ايو مفهوم مفهوم طبعا لكن تجت فيها مفهوم الفرق على فكرة والفرق ده موجود في كل الحاجات في كل أنواع الأدب يعني فيه اللي بيقدم الوجبة السريعة اللي هتاخدها وتقولها وهتشبع برضو هتتبسط وفيه اللي بيقدم الوجبة اللي هيخليك تستمتع بيها وتفكر فيها واحتمال تسأل هي معمولة ازاي يعني الموضوع اكيد مختلف بس الفانتازيا اصلاها في العالم العربي عندنا فضلت لفترة سيئة السمعة شوي يعني ايه انت ككاتب لازم تكون كاتب واقعي لفترات طويلة ولو رحت للفانتازيا تبقى انت ايه بتخفف الأدب تبقى بتهرب من أسئلة الواقع وكده لغاية ما قريب شوية بدأ المفهوم ده يتغير هو فيه حاجة كمان هقولها لحضرتك ويمكن دي احنا كنا بنشوفها قبل كده وهي انه فعلا المفهوم اتغير يعني قبل كده ما كنتش تقبل قوي الفانتازيا او الرعب من العمل المصري يعني لما تيجي تعمل عمل مصري فيه قدر من الفانتازيا او فيه قدر من الرعب كأنك بتتفرج على حاجة مش معقولة على الرغم انك لو تفرجت عليه في فيلم امريكاني او قريته في رواية اجنبية هتستقبله وكأنه هم عندهم مساحة من الرعب اكتر مننا مثلا وده مش حقيقي خالص بيعتبره منتج غربي زي العربية يعني ايه حيش سر عربية تبقى جايبها مثلا بس ده تغير 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 على مستوى الكتابة وتغير على مستوى الدراما لانه اندلوقتي بقينا بنشوف قصص كتير بتتقدم مختلفة خالص عن الحقيقة ليها علاقة بقى بالفانتازيا وبأنواعها اللي حارتك ذكرتها انا بشوف ان الكاماندي بضاعاته ناردت الينا يعني يعني المركيز اللي كاتب ما اتعامنا العزلة الرواية الشهيرة قالك انا لو لم اقرأ الف ليلة وليلة ما كتبت هذه الرواية بقولك ويلهو اللي كتب سحر الصحراء الرواية المنتشرة جدا قالك ده انا ده هي اصلا القصة دي هو مستلهمها من الف ليلة وليلة ففي الحقيقة هذه الفانتازيا وهذا الادب العجائبي ده ابن ثقافتنا وتراثنا مش غريب علينا احنا مش بنستورده احنا بالعكس بنعيد النظر الى عنصر اثير في ثقافتنا وفي مورسنا النهاردة لو فيه كاتب شاب من الكتاب من الكتاب الشباب اللي لسه بيبتدوا حياتهم ومشوارهم والحقيقة ان احنا بنشوف جيل طالع ودايما بنتواصل معاهم طبعا من خلال لقاءاتنا او من خلال زياراتنا للاماكن المختلفة والمكتبات المختلفة جيل طالع من الكتاب حاجة مبهرة الحقيقة لو حد عايز تخصص او حد بيعميل او بيحب للفانتازيا تنصحوا بايه وتقولوا ايه ويبتدي منين هقولوا اولا اقرأ الاول تراث الاعمال الفانتازية العظيمة اقرأ الف ليلى وليلى في تراثك اقرأ كليلى ودمنا هذا الكتاب اللي على ألسنة الطير اقرأ الكتب التراثية اللي في الموروث اللي رايحة للفانتازي او العجائبي او الغرائبي ده اول بعد كده اطلع شوية على العالم هتلاقي الملاحم والميثولوجيا الاغريقية واليونانية ادخل على ده لانه العالم كله في اساطيره وجزء كبير من الاساطير دي مكتوب وادخل على الملاحم وهذه الاعمال نمرة الثلاثة ادخل على المعاصر شوف اهم الاسماء اللي بتكتب فانتازية في العالم شوف دان براون بيعمل ايه شوف شوف السيقات تانية جابريل جارسيا ماركيز بيعمل ايه توني مورسوم بتعمل ايه اقرأ اطياف الفانتازية اقرأ خيال علمي اقرأ وقعية سحرية اقرأ يعني خيال علمي وقعية سحرية زي ما بنقول اقرأ الاعمال السوريالية لانه الفانتازية زي ما قلنا لها طبقات المهم اقرأ في كل السياقات اللي اشتغلت على ده من الموروث وحتى الاسامي المعاصرة اللي نكحة واللي مسمعها واللي عاملة صدق كويس والنصحة التانية المهمة جدا لا تكتفي بالقراءة شوف الافلام اللي بتشتغل على ده شوف الدراما اللي بتشتغل على ده شوف الفن التشكيلي السوريالية دي فانتازية في الفن التشكيلي موجودة في الادب طبعا هتكون رؤية شمولية لهذا الطيار ولفنونه واذا تسنى لك ان تقرأ كتبا نقدية تشرح وتفصل جانب من هذه الظواهر اعمل ده علشان تخلى عندك معرفة منظمة بما تفعل هل كل عمل ادبي بنتكلم عن ادب الفنتازية طبعا صالح انه يكون عمل درامي الى حد كبير اه بس اللي بيحكمه بس الامكانيات الامكانيات الانتاج بقى الابهار العناصر بقى اللي هي علاقة بالمؤثرات البصرية اكتر لكن كل شيء دلوقتي ممكن يتعامل خلاص الناس بتطير الناس بتعمل الناس بتطلع على الامر ده انت ممكن تعمل مكتل الامر بس امكانيات لو متوفرة اعتقد انه 90% من الاعمال الفنتازية تقدر وفي دليل جميل جدا انه في اعمال فنتازية قديمة في الادب بدأت بقى تتعمل بشكل حديث دلوقتي لما الامكانيات قدرت تعمل ايوه يعني وقت صدرها في العشرين ما كانتش بتتعمل قبل كده لانه ما كانش في الامكانيات دي ما كانش فيه حماس ده وما كانش فيه الاقبال ده كمان يمكن انما النهاردة بتدت تتعمل وهي اعمال مش جديدة مش جديدة صحيح اعمال مبكرة جدا صح صح بما في ذلك الملاحم زي الاودسا والاليازة دي بقيت افلام في هوليوود هل كل مجتمع ليه شكل الفنتازيا الخاص بي يعني انت النهاردة لما تيجي تقدم حاجة للمجتمع المصري انت عارف ان المصريين مثلا يحبوا المشاعر قوي شعب عاطفي تقدم له بطل شعب يتقدم له قصة حب في النص فهو كده خلاص انت دمانته شعب مثلا تاني يكون بيميل الى العنف اكتر بيميل الى الحركة اكتر فتقدم له حاجة اكشن في النص تبقى انت كده دمانته هل ده موجود في الفنتازيا؟ موجود موجود وعلى الفنتازيا انها تراعي مثلا في امريكا هو تمثيل للشخصية الامريكية اللي بتشتغل على كده وبتحارب الفساد في السياق الامريكي سوبرمان في فنتازيا اكتر من كده ده ده تركيبة السوبرمان الامريكي له ابعاد سياسية وله ابعاد اجتماعية في الشخصية الامريكية وكذلك احنا عندنا عندنا شخصياتنا عندنا شخصياتنا الموجودة في الفنتازيا الشرقية والعربية ولكن اهم بقى اما في الفنتازيا ايه إنك تراعي الخصوصية بس في نفس الوقت رهانك إنك تنقل ثقافتك فلو شافك الأمريكي أو الصيني أو كده يقدر يتفاعل معاك وبدليل إنه ألف ليلا وليلا هذا النص العربي اللي هو كله مشبع بالخصوصية الثقافة العربية العالم كله لما ترجمه انبهر بي وحبه أيه صحيح أنا سعيدة بلقائك ودايما بكون سعيدة بلقائك حضرتك لما بتنوهرنا في يحكي أنا ودايما بتمتعنا بأنواع مختلفة من الأدب بشكرك أستاذ طارق على وجودك معنا النهاردة أنا المتشكر جدا وكن سعيد بهذه الحلقة الجميلة مرسي كان معاكم ومعانا الكاتب واق الروائي الأستاذ طارق إمام بشكركم على حسن المتابعة ويارب نكون النهاردة غيرنا لكم شوية من أنواع الأدب اللي بنتكلم عنه حقيقي نوع ممتع جدا أدب الفانتازيا وفي قدر من الامتاع والخيال الكبير جدا كان معاكم رانيا السيد بشكركم